ترجمة نانسي قنقر ويقول لي ليش ما تشتغي عمها ويقول لي اوكي بعدها بترسم المحاوصة فبدت أرسم للعبة حربية وانا بقول لي أنها عملت لي أجمل لحظات كيف أن تعملي جو معين ورسمات معين كل يوم لو حتين تناتا أعتبر كنت أن تنهي الإنجاز وعالي بعدين أنا كنت داخل مجسر وانا كنت نفسي أن أجل أن أشتغل مع الأطفال وانا أطولهم لي أحب الأطفال فتعرضت على ماما وقلت لها ماما أن أشتغل في روضة فالكت لها ماما نحن نعمل روضة وبطريقتنا نحن نتعلم مع أطفال خصوص أن ماما أخصائية تربوية فنقول ليش ماش نعمل اللي هي مثل نعمل نهساد لتعليم الأطفال فاخترنا منطقة هاي لأنه فيها أول شيء صار فيها قبل فترة اللي هي قصف وقلق الأطفال في المنطقة معانومة تامة فكيف إحنا نعارج الأطفال عن طريق الفن؟ وهي كانت أساساً أن لعنى المجسر لقد نري أعملوا فبدأت أقبل الموضوع مع الأطفال اللي عندنا سبحان الله يعني النتيجة كانت كثير سريعة كان فيها حالة طبول الإرادة كان عندي حالة خوف صراخ متكرم الآن الحمد لله كل هذا انتهى برنامج النطق انتهى خلال أول ثلاثة أربع شهور كانوا كلهم الحمد لله نحن برنامج خلاله آية بخصوص الفن خدمك في هذا المجال بما أنك فنانة تشكيلية وعلى قدر من المسؤولية بجانب الأطفال وأدعم الأطفال بهذا الفن وجود الأطفال وجود العقبات الموجودة هذا ماهنا الثاني أنه أنا أرجع أرسل أعمل الحاجات الأن رحلها كان خلال كل أسبوع سبعين أكونوا خلصة بالزاد أربع خمس لوحات وكان نبتاجهم بعد المرض وهي معرض كونسرت كنت مشاركة مع فنانة وأخرى بس أنا كنت الحمد لله أثبتت في المعرض أنه ما زالت رغم المرض رغم كل شيء أنه بقدر نحسن هلأ مشروع المشاريع الحالية كان بدرة تدريب للفنانين التشكيليين تحت تمويل وإشراف التقار للفن التشكيلي وعبد المحسن قطان وإنقاط الفرنسية والمركز الفرنسي كانت نتيجة تبعتنا مشروع كتكت قصة شعر إجوارية قصة مريضة سرطان كيف مجرد أن تدخل المستشفى تتحول إلى مجرد رقم من الأرقام تتأرجح من علاج إلى علاج بين شخصيتين شخصية حزينة تتعرض للضغط النفسي لكنها تظهر لسعادة والتفاؤل المنظور كانت تبعي عن أطفال الصغر خالص لهم اللي عملوا بالسلطن وهم ما بدهم يضبهم بها الحالة بدهم إيشوا حياتهم مجرد ديكور كان القرض أحلي اللوحات الموجودة تحكي أنه لا مهم إيش تلبس المريض قصان باروكات غير من شكله بأي طريقة أجمل إيش في المريض أو المريض السرطان هي روحه وإرادته ونفسيته الداخلية كمان كان أحد اللوحات أميرة كانت أمي الطفلة المقصودة في المشروع أنه أنا نفسي أكون أميرة نفسي أشوف حال أميرة ولأنه هي بتتعالج من هي صغيرة فعمرها ما شرفت حالها لها شعر فعملت لها لوحة قصة فيها لحتى تشوف حالها المنتكفر اللوحة الخيرة كانت سر للأسف إلى الآن يعاني مرض السرطان من وجود الكبت الاجتماعي أنه الأهل بخافوا أنه ما يحبون هم مرض السرطان بخافوا أنه عندنا مريض السرطان هيقدي إلى رعب مريض السرطان مش وباب مش عالة مش فضيحة بالعكس هو رمز للإرادة حتى لو حد فيهم مات حتى لو مريض السرطان مات نحن لا نستطيع أنه راحة خسارة بالعكس لأن الدكاترة تتعلم الروح تنقذ الروح ومش روح واحدة تنقذ أرواح فهذا شهيد شهيد لعلم شهيد لنسالة وفي نفس الوقت وجوده في المجتمع هو ابتسام هو دعم هو قوة وطاقة فأحلى حاجة في أغلى مرض السرطان من قابلتهم أنهم مش مستسلمين للواقع بالعكس هم عقلتهم نحن بنعيش بين العقبات بين الحزن حتنوك بكرة فيش إنسان يتقبل هذا الشيء لكن لما الإنسان يكون عنده إيمان كبير يعطي أنه ما أصابه نفسه كمان لكن الإنسان يحاب دائما إلى من يرد معه يعني أينك ضعيفة أو الجيهة ساعة ضعف لازم تلاقي الإيدين تنسل والإيدين هاي كانت أولا إيدين رعا في آية اللي هي أشرا مقربين إلها جدا إمها أبوها 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 وكان هذا الشعور هو اللي يزبطت آية على الجيهة حساسة إنه فعلا هي إمكانها تكون طويلة ومش وهذا الإشي عادي ويجب إنه الجوزة كعاصة في البنجان ورقد براء إلى مكتوبة لأنه كل دائما إلا وأعزة وإحنا نحن نحن نفسي ومنهم يعجزنا وإحنا نحن نفسي إلى أبوها أنا نحن نظيفة لأنه رقق أشهد هم حاجة اكتشفتها من خلال عشرة إلى برضى السرطان أنه أنا أحبهم كلهم حست فيهم كلهم انهما بحاجة إلى القبول هما كلهم قدرين يتأقلهم مع مراتهم وقدرين يتعاملوا مع مراتهم وقدرين يتعاملوا مع رغباتهم ومؤمنياتهم لكن المشكلة في اللي حواليهم انه كل واحد في اللي حواليهم او في الاخرين مش مقتلع انه هذا الشخص المريد قادر انه اي شيء هو عمل بيقتله يومياً انه بيشعروا انه لأ انت مريده مش قادر تعمل اي حاجة فأنا مع إنه إنه يبديهم الفرصة وإنه يستقبلهم وإنه يريحهم أهم حاجة في العيد السرطان إنه مستمي إنك تبدلوا إيلك بالقوة عشان تأومع الاتخة مش تقولوا ده الخيط نايم مستمي إنك تبدلوا القلم عشان يكتب مش عشان يسكى بالاتلام بالعكس كل المغضى اللي كانوا معنا في القبيل كانوا موشطين جداً يومون بسلم كودوا بتبعونهم وعادنا رجيهم الصور وعادنا رجيهم حاجة عندهم الأمر وعنهم مستقبل كل راحة فيهم بيدور على المستقبل بس إحنا فيها حاجة فيهم أمي كانت كثير تسعى لما فلا إنه رجال ما بنت هتقعد بين البنات التانيين بينفروا منهم بغيروا المكان وبيقعدوا مكان تاني إحنا مع إنه أنا أنشه الفكر إنه مريض السرطان مش معدي مريض السرطان شكله حلو جميل يجب أنك ده بقت تقبله حتى لو كان ما عندهوش فعر لو ما عندهوش فموش لو ما عندهوش أي لو كان كئيب لو كان شحب إحنا بدنا بثير الأمام هذه خامة حاجة